أحسن الله إليكم هل لو وضعته مصحف صغير في صدري ليحافظ على نفسي من السحر أو أي شيء آخر مضاد لحسم الحلالة والحرام عني كما تكتب هي مع أنني أرى أحلام مزعجة في كل ليلة فهل علي شيء؟ هذا لا يجوز لنصار عند الواحد مصاحف كثيرة الحجب اللي تستطيعينه بقراءة القرآن عندما تريدين النوم على فراشك اقرأ آية الكرسي بحيث يسمعها من كان عندك لأن بعض الناس يقرأها خفتاً لا يسمعهم أحد هذه لا يكون أثرها كقراءتها عندما يسمع بالقراءة من حوله